أهلاً ومرحباً بكم في دورة تعلم البرمجة باستخدام لغة البرمجة دار إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتعرف على شوات أمور كده وتكون هي دي البداية اللي هنطلق من عندها بالفعل في عالم البرمجة أمور زي تعريف المتغير إيه هو المتغير بالنسبة لي أشكال للداتا إيه هي الفكرة العامة للبرنامج وكمان هنشوف عملية الطيب انفير والطيب انوتيشن ولكن قبل ما نتكلم عن أي حاجة من الحاجات اللي لسه إلينهم فبالتالي إحنا كنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو الخاص بالعمليات الحسابية إن أنا لو أنا بتعامل مع النمبرز فبالتالي بيكون عندي نوعين من النمبر اللي هو الرقم الانتجر والرقم الضبل وقلنا إن الانتجر كان رقم بالشكل ده فما فيوش أي علامة عشرية بينما الرقم الضبل كان بيكون فيه علامة عشرية وبالتالي أنا عايزك تأخذ المفاهيم دي وحدة وحدة كده وهنشوف إيه الدنيا دي بكل بساطة هو أنا لو جيت هعرف برنامج هو البرنامج ده عبارة عن إيه هتقول لي عبارة عن سيتوفينستركشن اللي هي مجموعة خطوات متسلسلة تحت بعضها علشان بتنفس حاجة معينة طيب جميل جدا يعني أنا لو أنا عندي برنامج بيعمل مجموعة الخطوات اللي هي تحت بعضها دي طيب هيعملها بناء على مين؟ أو هيعمل الأداء بتاعه أو الوظيفة بتاعت البرنامج دي بناء على مين؟ هتقول لي بناء على الداتا اللي هي البيانات هقول لك تمام يعني أنت دلوقتي لو بتعمل برنامج لحساب العمر بتاعك فبالتالي أنت هتدخل اللي هو السن بتاعك أو تدخل سنة الميلاد بتاعتك وبالتالي البرنامج هياخد الداتا منك دي ويبدأ يتعامل معها ويطلع لك أنت عندك كم سنة أو يقول لك هلو أند ويلكم وما خلافه متفقين على الحاجات دي؟ هتقول لي آه متفقين طيب أشكال الداتا إيه؟ أو أشكال البيانات إيه؟ هنشوفها إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية لكن يهمني أنت تعرف أن أول شكل هنتعامل به هو الأرقام إيه ده؟ يعني الأرقام هي شكل من أشكال الداتا؟ آه شكل من أشكال الداتا وقبل ما نخش بقى على الحاجة اللي هنتكلم عليها إن هي المتغير خليني أوضح لك حاجة بسيطة جدا أولا لو أنا قلت لك مثلا في رقم 29 بالشكل ده الرقم ده أنت تعرف تميزه بحاجة؟ هتقول لي إيه الرقم 29 ده؟ يعني إيه؟ ما هو الرقم عادي 29 ما أنا مش عارف إيه؟ رقم 29 هقول لك الرقم 29 ده ممكن يكون له معنى بمعنى إيه؟ هذا كلام ده؟ أنت بتتويهني ليه؟ إيه للغاز دي؟ أقول لك مثلا 29 هقول لك ده السن بتاعي السن بتاعي يعني أنا عندي 29 سنة فأصبح إنه 29 بقال له معنى بقال له نامينج طيب على الرغم إنه هو رقم طيب ممكن أقول لك 29 هو عدد الفصول في المدرسة وبالتالي بقال له معنى ممكن أقول لك التسعة وعشرين ده عدد طلاب في الفصول وبالتالي وهكذا يعني أكتر من قيمة أكتر من حاجة ممكن يمثلها لي الرقم 29 طيب علشان أحدد الكلام ده في البرمضة فاحنا بنقول على التحديد ده اسمه المتغير يعني إيه المتغير؟ يعني بكل بساطة أنت النهاردة أو السنة بتاعتك دي أو إحنا في سنة 2022 السن بتاعتك كم سنة؟ هتقول لك 29 طيب السنة اللي جاية هتقول لك السن 30 فأصبح إن المتغير بتاعك اللي اسمه السن شال السنة دي 29 بينما السنة الجاية هيشيل 30 صحي كده هتقول لك آسح وبالتالي ده تعريف المتغير يبقى حاجة لها اسم بتشيل قيمة وبالتالي ممكن القيمة ده تتغير أو ممكن تفضل سابتة زي ما هي كذلك برضو المتغير ممكن أقول عدد الفصول في المدرسة ده متغير وبالتالي 29 وبالتالي 29 الرقم ده بالنسبة لعدد الفصول ممكن ما يتغيرش يفضل سابت إلا لو أنا بنيت دور جديد في المدرسة وبالتالي 29 ده ممكن يكون عدد سابت بالنسبة للمتغير اللي هو عدد الفصول بالنسبة للمدرسة طيب جميل جدا يبقى احنا كده وصلنا فكرة المتغير وتعريف المتغير طيب المتغير ده بشوفه على كذا شكل يعني ايه الكلام ده يعني المتغير بتاعك بالاختلاف النوع الداتا اللي موجودة فيه يعني انت رقم 29 الرقم 29 ده ارجع كده للنمبر هو من أنهي نوع في النمبر هتقول لي من النوع الانتجر صحي كده هتقول لي آه صح طيب جميل جدا يبقى ده رقم انتجر اهو بالشكل ده وفي نفس الوقت هاعتبر انه هو بيمثلي السن اللي هو المتغير والمتغير عندنا بقى في البرمجة لو جينا نتكلم عنه فهو كأنه بيمثلي كونتينر او بوكس بالشكل ده بص كده البوكس اللي انا هرسمه البوكس ده هو ده اللي بيمثلي المتغير يعني ده بقول عليه المتغير البوكس ده بكل بساطة كاني حاطت ورقة هنا جوه البوكس ده مكتوب عليها رقم 29 اللي هي عندي دي وهلاقي المتغير بتاعي او البوكس بتاعي ده وهو له اسم الاسم بتاعه اللي هو السن صحي كده هتقول لي او صح وبالتالي لو انا جيب بقولك هاتلي بقى لو انا عندي بقى مجموعة من المتغيرات موجودة في أرفوف عندي في المكتبة في المكتبة فهلاقي مثلا عندي بوكس تاني بالشكل ده البوكس ده فيه مثلا او لوغ اسم اسمه مثلا الاسم وبالتالي هحط فيه حتة ورقة مكتوب فيها احمد بالشكل ده وبالتالي زي ما انت ملاحظ ان انا ممكن يكون عندي مجموعة من الارفوف فيها مجموعة من الكنتينر او فيها مجموعة من المتغيرات وبالتالي انا لو جيت اهو انا اهو وقلت لك انا عايز المتغير اللي اسمه السن فانت هتروح تعمل ايه هتروح تجيب لي المتغير اللي اسمه السن ايا كانت الداتا بتاعته او ايا كانت البيانات اللي فيه والجيب لي المتغير ده وتمسكه لي في ايد صحي كده هتقول لي اه صح طيب يبقى اذا عرفنا ايه فايدة ان انا عرف المتغير باسم اللي هو السن أو العم القيمة دي ما هي إلا حاجة هتكون جوه البوكس بتاعي ده وبالتالي أنت عرفت إن المتغير أو هتجيب لي القيمة اللي هي 29 من خلال إن أنا قلت لك السن صحي كده هتقول لي آسع طيب علشان تعرف بقى متغير اللي هو الكلمة دي أو البوكس ده في البرنامج بتاعك بلغة الضار فأنت بتشتغل برول الرول دي سبتة معاك أول حاجة بتحدد الداتا طيب أنا دلوقتي عايز أعرف متغير بالنسبة لمن ليه البرمضة أو للبرنامج بتاعي أول حاجة بحدد الداتا طيب بعد كده اسم المتغير أو النام بتاع المتغير أو النام بتاع الفاريابل بعد كده بيساوي السايم من تهي وبعد كده القيمة أو الفاليو القيمة أو الفاليو وبما إن دي هتكون ستتمنت عندك فبالتالي هتنهيها بسمي كولون يبقى ده الشكل العام لتعريف أي متغير بالنسبة للغة البرمضة الدار تعالى نشوف الكلام ده مش أنا خد نوعين بس من النامبرز اللي هو الانتجر والضابل فبالتالي الرقم تسعة وعشرين ده من النوع الانتجر فبالتالي الداتا طيب اللي هي نوع البيانات اللي هي انتجر فبالتالي أنا بقى بعرف الانتجر إي ان تي اللي هي اختصار لكلمة انتجر وبعد كده اسم المتغير اللي هو إيه اللي هو السن فبالتالي هقول إنه هو إيج وبعد كده هستخدم الassignment operator اللي هو علامة اليساوي علشان أساوي القيمة اللي أنا حطها بالنسبة للمتغير القيمة اللي أنا حطها كان تسعة وعشرين فبالتالي هذه القيمة اللي هي تسعة وعشرين وما تنساش السيمي كولون متفقين على كده؟ آه متفقين طيب عندي رقم تاني اللي هو تلاتة واربعتاشر من مية الرقم ده مالوش أي معنى ولكن أنا لو أقولت لك إن التلاتة واربعتاشر من مية دي دي قيمة باي اللي إحنا بنستخدمها في الرياضة وبالتالي بقالوه معنى فبالتالي ممكن إن أنا أستخدم البي ده كمتغير ودي هتكون القيمة بتاعته وبالتالي القيمة دي لو جيت حددتها في الdatatype هلاقي إن ننوحها double هو رقم بس من النوع double طيب جميل جدا double بقى بمثله إزاي لو ما هاجي أعرف المتغير ده بقول double بي الشكل ده وبعد كده اسم المتغير هقول باي بي ساوي تلاتة واربعتاشر من مية اللي هي عندي رقم تاني ولياكم مثلا اتنين وبالتالي الاتنين ده ملوش أي معنى ولكن أنا لما جيت أقول له مثلا إن دول عدد الفرند اللي عندي وعايز إن أنا أمثلها برمجيا فبكل بساطة اللي اتنين دي نوحها إيه الdatatype بتاعها إيه هتقول لي إنتجر هي نقم بس من النوع إنتجر وبالتالي اسم المتغير عدد الفرندس اللي هو نام أو نامبر أو فرندس فأنت ممكن تسميه بالشكل ده كإسمه متغير وبعد كده هتقول بي ساوي اللي اتني متفين على الكلام ده تعالى نطبقه عملي شي اللي بقى الكلام ده كله أول متغير معايا وشي اللي بقى الماس لأن مش محتاجين الماس بالشكل ده وبالتالي أول متغير معايا اللي هو الdatatype بتاعته إنت بعد كده اسم المتغير اللي هو الـage بعد كده القيمة أو عملية الأسعم مينت وبعد كده القيمة إدي هي 29 بالشكل ده طيب عندي تاني متغير اللي هو الـdatatype بتاعته double بعد كده اسمه الـuy وبعد كده الأسعم مينت وبعد كده الــ value 13 من 100 طول ما انا شغال لا يوجد اي error لكن هي الفكرة انه يقولك the value of the local variable ان انت مش مستخدمها فتمام ما فيش اي مشاكل بالنسبة لي طيب بعد كده int num friends بي الشكل ده و هقول له اثنين بي الشكل ده يبقى دول التلت متغيرات اللي احنا عرفناهم طيب جميل جدا اولا لو جيد بقى مشان انا كنت بقول مثلا print 10 و كان بيطبع لي العشرة لو انا قلت مثلا run لي الكلام ده فاقول له run without debugging فكان بيطبع لي العشرة طيب العشرة ما لهاش اي قيمة يعني ما لهاش اي meaning هو رقم موجود هو رقم موجود رقم 29 طيب بس انا اسنته للمتغير هل ينفع اطبع المتغير ده في ال brand اه ينفع بكل بساطة و روح كده اكتب بس كلمة ال age بص كده اعمل run قول له run without debugging بص كده طبع لك كام طبع لي ال 29 اللي هي القيمة اللي شايلها مين البوكس بتاعي اللي اسمه age يبقى انا كده انا دهت على المتغير بس في الاول عرفت المتغير او عرفت البوكس بتاعي اديته اسم حطيت له قيمة وبعد كده ابدأ بقى ان انا اتعامل مع المتغير ده افرض مثلا ان انا حبيت ان انا ازود سني سنة فبالتالي اقول له plus 1 كأنه عادي رقم 29 نتحط مكان ال age زائد واحد زي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات وبالتالي الرقم 29 بس انا برمز له بحاجة بس اسمها age وبالتالي خلاص قويدة كل حاجة تمام تعال الروح نعمل run اقوله run without debugging رقم 30 يبقى اذا تعرف بقى من خلال ان انت حددت الرقم 29 ده بحاجة لها معنى اللي هو متغير وبالتالي تقدر بقى انت تستخدم المتغير ده في اي عملية حسابية تقدر ان انت تستخدمه في الطباعة تقدر ان انت تبعثه للنت تقدر ان انت تبعثه ال ABI تقدر ان انت تتعامل به باي شكل كان وبالتالي هنشوف بقى في المراحل اللي جاية ازاي ان انا اتعامل مع ال data دي بالاشكال بتاعتها لكن انا كان يهمني في الفيديو ده ان انت تعرف ايه هو المتغير ازاي بعرف متغير الكلام ده كله ترجمة نانسي قنقر